موسيقى هل تعلم ما هي فواد الزبيب لصحة الشعر والبشرة؟ إن الزبيب يبدو بسيطا جدا وغير مستساق مع ما ظهره وملمسه الجيف ولكنه يعتبر من البدائل الصحية الطبيعية للحلوة المصنعة الغنية بالسكر كما أن الزبيب مفيد جدا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ويعتبر بديلا صحيا للوجبات السريعة الغير صحية حيث أن له العديد من الفواد التي تعود بالنفع على الصحة والجمال فواد الزبيب لصحتك المساعدة في الهضم تناول عدد قليل من الزبيب يوميا مفيد جدا لمعدتك حيث أن الزبيب يحتوى على الألياف التي تبدأ في الانتفاخ في وجود الماء وهذا يعطي تأثير مليل للمعدة ويساعد في تخفيف الإمساك وأيضا تناول حفنة من الزبيب يوميا يحافظ على حركة الأمعاء العادية والألياف تساعد على طرد السموم والفضلات من الجسم تقليل الحموضة الزبيب يحتوي على البوتاسيم والماغنيسيوم والتي تساعد على تقليل الحموضة وإزالة السموم من الجسم والوقاية من الأمراض مثل التهاب المفاصل والنقرص وحص الكلا وأمراض القلب علاج فقر الدم الزبيب يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والحديد وفيتامين بي المركب الذي يساعد على علاج فقر الدم ووجود النحاس أيضا في الزبيب يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء يساعد في الوقاية من أمراض السرطان يوجد مواد مضادة للأكسادة في الزبيب تساعد في حماية الجسم لدى نشاط الجذور الحرة والتي يمكن أن تسبب الأورام وسرطان القولون مضاد للالتهابات الزبيب يحتوي على المغذيات النباتية البولي في نول والتي تعرف بأنها مواد مضادة للأكسادة ومضادة للالتهابات كما أن له خصائص مضادة للجراثيم تساعد في تقليل خطر الحمى وقتل البكتيريا وبالتالي تناول حفنة من الزبيب يوميا يمكن أن يقي جسمك من الإنفلونزا ونزلات البرد تقليل الضعف الجنسي تناول الزبيب مفيد جدا لحياتك الجنسية حيث أن الزبيب يحتوي على حمض أميني يسمى الأرجينين الذي يزيد من الرغبة الجنسية وحفظ الإثارة مما يجعله مفيد جدا بالنسبة للرجال ويستخدم لعلاج ضعف الانتصاب الحفاظ على صحة العيون تم العثور على أن الزبيب غني بالمغذيات النباتية البولي في نول المضادة للأكسادة والتي تساعد في الحفاظ على قوة نظرك والمواد المضادة للأكسادة في الزبيب تساعد في حماية العينين من الجذور الحرة التي تضعف الرؤية وتسبب ضمور في عضلات العينين والزبيب غني بفيتامين A والكاروتين المهم جدا لصحة العيون العناية بصحة الفم والأسنان الزبيب يحتوي على حمض الأولينوليك والذي يعتبر واحد من المواد الكيميائية النباتية الضرورية للحفاظ على صحة الأسنان ومنعها من التساوث الذي يجعل الأسنان هشة الزبيب يمنع نمو البكتيريا في الفم للحفاظ على الأسنان في شكل جيد كما أنه يحتوي على الكاليسيوم بكميات جيدة تمنع الأسنان من التكسر مع مرور الوقت كما أنه يحتوي على البرون الذي يمنع الجراثيم من التراكم في الفم زيارة الوزن إذا قمت بالعديد من المحاولات الياسة لزيارة الوزن فإن الزبيب أفضل مقونا لزيارة الوزن حيث أنه غني بسكر الفواكه والجلوكوز الذي يعطيك الكثير من الطاقة ويساعدك على زيارة الوزن دون تراكم الكوريسترول السيئ تقوية العظام يحتوي الزبيب على كميات جيدة من الكاليسيوم والذي يعتبر من المعادن المهمة جدا لصحة العظام والتي تساعد على علاج التهاب المفاصل والنقرص فوائد الزبيب للبشرة الزبيب هو من المكسرات المغذية والتي تعطي طاقة عالية وقليلة الدسم وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وفيما يلي بعض فوائد الزبيب للبشرة الزبيب يحمل جلد من إصابة الخلايا بأي ضرر حيث أنه غني بالفينول المضاد للأكسادة الذي يمنع الجذور الحرة من إطلاف خلايا الجلد ويحتوي كذلك على الكولاجين والإيلستين وهذا يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعد والخطوط الدقيقة المواد المضادة للأكسادة السريع نظام إصلاح الجلد ومنعه من التلف كما أنه يجدد خلايا الجلد ومنع ترهل الجلد الزبيب يحتوي على الريسفيراتول وهي مادة مفيدة للغاية للحفاظ على صحة الجلد كما أنه يساعد على تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وهذا بدوره يجعل الجلد أفتح وأكثر لمعانا سمية الدم وهي مشكلة يتم فيها زيادة حموضة الجسم وهذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في الجلد مثل الدمامل والبثور والصدفية ولأن الزبيب يحتوي على كميات عالية من الماغنيسيوم والبوتاسيوم فإنه يقلل من حموضة المعدة وهذا يساعد على علاج سمية الدم والحفاظ على صحة الجلد استهلاك الزبيب الأسود يحسن من وظائف الكبد لإزالة السموم من الجسم وهذا بدوره يساعد على طرد السموم من الجسم للحصول على بشرة نظيفة ومتوهجة يساعد الزبيب على حماية البشرة من أضرار آشعة الشمس حيث أن الموايدة الكيميائية النباتية فيه تعمل على حماية خلايا الجلد من الأضرار الناجمة عن التعرض لآشعة الشمس والأحماض الأمينية في الزبيب تعز تجديد الخلايا وتشكل حاجزاً واقياً ضد أضرار آشعة الشمس وهذا مفيد للوقاية من سرطان الجلد الموايد المضادة للأكسدة في الزبيب تعمل على مقافحة الجذور الحرة في الجسم وهذا يبطئ عملية الأكسدة ويمنع تفاكك الحمض النووي للبشرة الزبيب يحتوي على فيتامين A و E التي تساعد على تحفيز نمو الخلايا الجديدة في طبقات الجلد الخارجية ويعمل على تحسين ترطيب الجلد وجعله نظراً وأكثر شباباً والاستهلاك المنتظم من الزبيب يجعل البشرة متواهجة وجميلة فوايد الزبيب للشعر الزبيب يحتوي على الكثير من المواد المغذية الصديقة للشعر مثل فيتامين B، الحديد، البوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة المطلوبة لتحسين حالة الشعر ومن فوايد الزبيب للشعر ما يلي الزبيب يحتوي على كميات من الحديد والمواد الغذائية المطلوبة للحفاظ على صحة الشعر حيث أن نقص الحديد يمكن أن يسبب فقدان الشعر بشكل شديد والحديد يحسن من الدورة الدموية في الجسم ويحفز خلايا بصيلات الشعر وهذا يجعل الشعر صحي وقوي وتناول حفن من الزبيب يوميا يساعدك في الحصول على الجرعة التي تحتاجها من الحديد الزبيب يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C الذي يسهل امتصاص المعادن وتوفير الغذاء وهذا يساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر تناول حفن من الزبيب يوميا يعزز الدورة الدموية وهذا بدوره يقلل من القشرة والحكة في فروة الرأس كما أن مادة الريس فيراتول الموجودة في الزبيب تمنع التهاب فروة الرأس وموت الخلايا لمنع تسوق الشعر مما يجعل الزبيب محارب لتسوق الشعر الناجم عن الضرر البيئي تناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسادة يمكن أن يمنع تسوق الشعر إلى حد كبير والمواد المضادة للأكسادة في الزبيب تمنع تلف الشعر عن طريق تنشيط بصيلات الشعر وتعزيز نمو الخلايا السليمة الضرورية لنمو الشعر الزبيب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية التي تعز صحة الشعر حيث أن فيتامين سي الموجود في الزبيب يحافظ على النسيج الضوم والمعروف أيضا باسم الكولوجي وهذا يعزز نمو الشعر وكذلك فيتامين إي الموجود في الزبيب يمنع الجذور الحرة من مهاجمة بصيلات الشعر استخدامات الزبيب الرائعة الزبيب يمكن تناوله وحده أو تناوله مع الفواكه الجافة الأخرى مثل التمر واللوز والمشمش والخوخ لتناول وجبة خفيفة صحية يمكن تناوله مع الحليب الدافئ يمكن إضافة الزبيب إلى حبوب الإفطار أو رشه على وعاء من الشوفاء يمكنك أيضا الاحتفاظ به في محفظتك أو حقيبتك لتناوله كوجبة خفيفة وصحية إذا جف الزبيب فإنه يمكن وضعه في وعاء مملوء بالماء الساخن لبضع دقائق ويمكن استخدام هذا السائل الذي نقع فيه الزبيب لإعداد طبق جانبي واستخدام الزبيب المنقوع على طبق الدجاج أو طبق مع الزبادي العادي يمكن إضافة الزبيب إلى معظم الأطعمة المخبوزة والحلويات والقعك والبسكويت والفطار أتمنى لكم الصحة والعافية وأسألكم الدعاء ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله